اهلا وسهلا بكم انا معتاز زهينيو دي قناة كتب وسينيما. اتكلمنا قبل كده في حلقة سابقة عن موضوع اسمه اللا انجابية وهي تعتبر فلسفة يعني ضد فكرة الانجاب. ولكن في افكار تانية او حاجة منتشرة هتلاقيها على اليوتيوب وبعض الفيديوهات اللي موجودة حتى على التيك توك زي مسلا اللي هي حد بيطلع وبيكون عنوان الفيديو او بيكون يعني اه بيكون ان هو حد او واحدة ما عندهاش اطفال باختيارها. مش مجبرة على كده. يعني مسلا ما عندهاش حالة طبية اه مضطرة ان هي ما تجيبش اطفال ولكن هي اختارت ان هي يعني اه لا تنجب اطفال سواء باختيارها او اختيار شاركها في الحياة وهي مسلا موافقة على الكلام ده. الحقيقة مع تراضي الاوداع الاقتصادية زي مسلا في مصر وبعض البلاد ففي ناس كتير بدأت تروضها الفكرة دي حتى لو متجوز ممكن يقول لا ده انا يعني ان انت تجيب اطفال في الوضع الاقتصادي ده اصبح حاجة صعبة جدا. ففي ناس بدأت تفكر في الموضوع ده اكتر من اي وقت سبق. وده من اسباب الموضوع ده او من احد اسباب ان الناس ما بتجيبش اطفال لهذا العالم هي الاوضاع الاقتصادية اكيد. يعني غير بقى موضوع الفلسفة اللي انجابية بيكونوا ناس يعني يملكون فلسفة معينة ممكن ما تكونش متاحة فكرة الكراءة عنها للطبقات الفقيرة. فالطبقات الفقيرة قد لا ينجبون او يفكروا او في عدم الانجاب فقط عشان موضوع الدخل. مش فكرة بقى انه هو يتبنى فلسفة وانه هو شايف ان الاطفال شر للعالم او يعني الكون ده مصيره كزا او الاحتباس الحراري او يعني ما تفكرش في الحاجات دي خالص. طبقات الفقيرة هي كانت لما الحالة كانت مزهزها مسلا في مصر. يعني عمرها ما كانت مزهزها يعني اصدت لما كان الوضع احسن في مصر فكان ممكن حد اه يعاير حد عارف الكلمة دي عندنا في مصر يعايره يعني ايه يقول له انت ازاي ما بيجيبش ولاد انت ازاي كزا. زي موضوع التدخل في الحياة الشخصية كده اللي هو العثوبية مسلا. لما حد يكون اعزب ايه ازاي يعيشة كده. حد في طول عمرك عايشة اه عزبة. ده انت كده هتعنسي. ده كزا ده يعني كنا اتكلمنا في حلقة برضو عن حاجة اسمها وده موجود في دول كتير حول العالم. لو لما بشوفوا حد عازب كده يبقى اكيد في حاجة. لا ده انت بقى بتلعب بديلك. لا ده كزا بنفعش يكون الموضوع باختيارك. لازم يتدخلوا في حياتك الشخصية. فكزلك الحال في تدخل في الحياة الشخصية في فكرة الانجاب. لو جيت كده في مجتمع طبقات فقيرة يعني او عندهم برضو بعض الناس اللي عندها نوع من الجهل بالفكرة دي. تيجيت قولهم انا مثلا اه او مؤمن بالفلسفة اللي هي انجابية. فهيقولولك يعني ربنا يشفيك. يعني هما بنسبة لهم انت كده مريض يعني خلاص ما انت بقى اكيد في حاجة غلط. لان الموضوع مرتبط شوية بزيادة الوعي. فكرة اه يعني الفكرة دي بان الواحد ما يجيبش اطفال. طبعا انتشرت في امريكا وفي اوروبا وكزا وهنشوف اثارها الايجابية واثارها السلبية. ولكن هي اختيار في الاول وفي الاخر مش من حق حد ان هو يدخل فيه. او يصفك بالانانية. ودي من اغرب الاتهامات اللي ممكن تواجه حد اه مش عايز يجيب اطفال. يعني مسلا حد دي يقولك ايه? لا ده انت كده اناني عايش لنفسك. اه طب ما هو طبيعي ما هو ايوة اناني عايش لنفسي. يعني او بحب نفسي ده مش اتهام. او انت بتلوم على شيء غير موجود. يعني منطقيا شيء غريب جدا. معنى ايه? يعني لو انت عندك ولد وتخليت عنه وسبته كده وروح تتعيش حياتك ممكن يقول تقال عليك انت اناني. لان فيه ولد موجود بالفعل. انما ازاي اصلا ان فيه اختيار ان ما فيش ولد وبتقول اناني. يعني كأن الجملة بتتقال انت اناني لانك بتحب نفسك اكتر من اللا شيء. ما هو لا شيء? ولد لم يقتى او لم يأتي للعالم اصلا. ففين الانانية في الموضوع? يعني ايه بتحب نفسك اكتر من الولد اللي انت ما جبتوهش? ما انت ما جبتوهش اصلا. ففين المنطق في هذه الجملة? فقد يرى الطرف الاخر ان الانانية عند اللي بيخلف. يعني اللي هما اللي انجبيين او حتى اللي اختاروا ان هما يكونوا او بدون اطفال. ممكن يبص للطرف التاني اللي بيجيب ولاد كتير ده? لا ده انت اللي اناني بقى مش انا. ليه? انت عملت يجيب ولاد كتير? وممعكش الدخل الكافي. ومم بتعلم همش كويس. وعمال ترميهم في الشوارع ومم بتأكل همش كويس ومم بتعليش همش كويس. تفقط جايبهم عشان يغدموك. وتقول ايه? عشان لما اكبر يكون ولادي حوالي. انت اللي اناني. فهي الاتهامات متبادلة في كل الاحوان. فناس كتير جدا بتطلع سيدات بيطلع على اليوتيوب. اه قناة اجنبية بتقول ان هي او ان هي ما عنداش اطفال باختيارها مش لسبب قهري. وكذلك على تيك توك في قناة اصلا بتجيب فيديوهات برضو مترجمة كده اسمها وفي اختلاف بين الفكرة عدم الانجاب او اللي هي واختلاف بين اللا انجابية. لا انجابية فلسفة لحد ما ويعني فيها اه معادية كده لفكرة الانجاب وان الكون مش مستحمل وان وان. بينما فكرة عدم الانجاب كده فقط اللي هي هزا المصطلح لا ده موضوع تاني خالص او هو بتطلع تقول انا مش مش بعادي الاطفال ولا حاجة او مش بعادي الفكرة الانجاب عند اللي عايزين ننجيبه ولكن انا ليه اسبابي الشخصي وحريتي في جسمي مطلقة. انا حرة بقى اكلف اه ممكن خايفة على جسمي بعد الولادة خايفة من اكتئاب ما بعد الولادة ايا كان السبب انا حرة انا وشريكي في الحياة. فده المصطلح او اسمه يعني عدم الانجاب. طبعا يعني هو اه بيكون فيه نوعين. فيه نوع بيكون عن طريق اختيارك ونوع ونوع تاني اجباري عن طريق الظروف. يعني زي مثلا العكم. يعني حد عنده عكم احد الطرفين الرجل او المرأة شريكته في الحياة. حد منهم ما بيخلفش. فده النوعين اللي موجودين. انما عدم الانجاب عموما بيتقسم العدد من الانواع. زي ما قلنا فيه عكم طبيعي. يعني حد ما بيخلفش من الطرفين. وفي حاجة اسمها العكم الاجتماعي. ده مصطلح مهم جدا. اللي هو عدم انجاب ناجم اه عن الفقر او حالة النساء اه نفسها بتتأثر الخصوبة بتاعتها بسوء الاحوال المعيشية في البلد اللي هي عيشة فيها. وممكن الناس عندهم ظروف ما لطقوش بشريك الحياة اللي عايزين ينجبوا منه. اه سنها كبر الى حد يعني ظروف عادية اه ما خلتها مات اه لا تنجب يعني. والنوع اللي هنا نفسه هنتكلم عنه باستفادة اللي هو عن طريق الاختيار. او عدم الانجاب الطوعي. انا اللي مختار كده. مش مجبر لسبب او لاخر. فعدم الانجاب اللي هو الغير طوعي. يعني سواء اللي هو في العقم او اي اسباب صحية. طبعا بيكون بقى فيه تدخلات طبية. اه يعني خيارات كتير بقى التلقيح الاصطناعي ومش عارف ايه وحقني مجهري وتخصيبه. حاجة كتير بقى طبعا يعني اه عند الاطباء. وفيه حلول موجودة يمكن اكتر في العالم الغربي. مش مش موجودة عندنا في الدول العربية. حاجات زي مثلا تأجير الارحام والتبني. حاجات كده عندهم في بعض الدول. وطبعا اه الموضوع ده اثر حتى سياسيا يعني في فكرة ان انت حد ما جيبش اولاد. اثر سياسيا على مدى التاريخ يعني زي ما يقول مثلا بهنري السامن ملك انجلترا قبل كده كان طلق زوجته. كان متجاوز منها اكتر من اشرين سنة لانها ما ما جابتش وريس زكر للعرش. يعني فكرة بقى العروش والسياسة والكلام ده كله بتأثر فيها موضوع عدم الانجاب. وكذلك زوجة نابليون الاول. اللي برضو ما انجبتلوش فبرضو اتجاوز من اخرى عشان ينجب. لكن في حاجة بتلوحك الناس اللي هي وصمة العار او زي ما اتكلمنا في قبل كده. اه ان لو انت سنجل او انت سنجل برضو زي ما تقول ايه المجتمعات هي الموضوع ده موجود برة برضو. ويمكن اقل شوية من عالمنا العربي. في عالمنا العربي لا ازاي انت عملت كده ده انت اكيد في حاجة اكيد في انها مش عارب ما نفعش يكون حاجة اسمها اختيار راجل شخصي. لازم يحشروا انفهم او يدس انفو في حياتك الشخصية. بقول لك انت ازاي اختارت تكون عازب. ازاي اختارت ما تجيبش اولاد. وهكذا. فكلمة دي او وصمة العار موجودة برة برضو. حتى اللي بيطلعوا يتكلموا في فيديوهات سيدات من امريكا. يطلعوا يقولوا لا والمجتمع بيعمل معنا كزا. ويقعد يقولوا ات ازاي اتاخرتي في كزا. وانت انانية. وطبعا الاسرة. احلى حاجة في الحياة. هتندامي لما تكباري. بشكل الكلام ده كله اللي هو الحجج المعروفة واللي بتتقال دايما على فكرة عدم الانجاب. ففي يعني حتى ناس فيه انجلترا وكزا وكزا. قالوا ان هم لقوا هذا الشيمينج او فكرة وصمة العار من الناس اللي حواليهم. شايفينهم اقل منهم. يعني واحدة مثلا متجوزة ومخلفة. فشايفة صديقاتها مثلا مش متجوزة ولا مخلفة. فشايفة ان هي يعني ايه? اه حياتها اقل منها. وده ميزان مختل للامور. لو انت بتدي شخص اه قيمة على حسب هو جاب اولاد ولا لأ. او على حسب علاقته مع زوجته. سواء العلاقة العاطفية او العلاقة الجنسية. فده خلل كبير في الميزان. الشخص كنت ومش فكرة هو جاب كم ولد. لو كده بقى يعني اللي عايز يبقى عنده قيمة جامدة ده او يجيب 16. في واحدة قريب في احدى المقالات طلعت قالت ان هي عندها اتناشر ولد وبنت. وبتلاقي يعني شوف بقى جالها هي ده او بصمة العار. والتنمر قالت ان هي بتلاقي تنمر من المجتمع حواليه. هي عندها حاجة وتلاتين سنة. وقعدت من حياتها ستاشر سنة حامل. فيه خلال ستاشر سنة جابت اتناشر ولد وبنت. يعني اكيد كان فيه كزا حمل اه ما اه يعني حصل لها كزا حالة اجهاض او حاجة. ولكن تخيل ستاشر سنة وهي حامل من حياتها. فالمجتمع حواليها بيقعد ناس من اللي يعرفوها يقلسوا عليها يسخروا منها يتنمروا منها. يعني حتى اللي بتخلف كتير بيحصلها تنمر برضو. واللي متخلفش خالص ممكن عدو يقولوا ازاي ما خلفتش. طب تعالوا نشوف بقى النورة الطوعي. اللي هو بقى عدم الانجاب الطوعي زي ما قلنا باختيارك. مش فكرة عقمة او مش فكرة اه مرض او اه ان مثلا اه حاجة معينة انت مجبر عليه. الطوعي اللي هو الناس طلقت انا انا جماعة بصحة جيدة بس انا مش هخلف. انا واحدة قالت طلقت كده فيديو. انا مش عايز اخلفه. والمصطلح نفسه آم او حر من الاطفال او ما عنديش اطفال ظهر لاول مرة بيقول لك سنة الف تسعمية واحد. ويمكن ساعد على الاختيار ده اكتر ظهور بقى يعني تقدم في الحياة عموما في الحاجات الطبية زي وسائل منع الحمل وغيره اللي ما كانتش موجودة اه زمان. وطبعا في اسباب كتير جدا لفكرة عدم الانجاب الطوعي. هنتكلم عنها في مقال موجود على وكي بيديا بقى ذاكر اسباب كتير جدا ممكن تتطفق مع اه بعضها ويعني تشوف بعضها انه هو قد يكون سبب غريب. ولكن مقسمها اسباب كتير جدا اول حاجة اسباب نفسية اجتماعية وشخصية. بمعنى ايه؟ بيقول لك عدم الرغبة في حتى نقل جينات المرأة لطفل هتجيبه. او الخوف من المسئولية. الخوف على عدم القدرة على حب الطفلة اللي انت هتجيبه. الخوف على انك تجيب طفل معاق ورعايته هتمثل تحدي. اه في ناس تانية بتخاف من الاطفال اصلا. بتشمائز من فكرة الاطفال وما بتحبهاش. وعدم القدرة ان انت تتصور ان انت تكون والد مسئول. وتضاهر اصلا العلاقة الشخصية مثلا بينك وبين زوجتك. وبينك وبين جوزك. واسباب تانية بيقول لك ثقافية بقى. زي ايه؟ عدم وجود شريك مناسب او صعوبة الزواج. وان المرأة اصلا ما قدتش محتاجة للزواج يعني والاطفال عشان تكون امين اقتصاديا. وزاد الوعي بان الانجاب هو اختيار. مش اجبار. فيها اسباب طبية. بمعنى ايه؟ بس مش اجباري. عنا رسينا نتكلم في عدم الانجاب الاختياري. طب ازاي طبي واختياري. يعني هي اختارت او مش عايزة تخلف. يعني خايفة من اثار طبية. خايفة من الاثار والمضاعفات اللي ممكن تحصل لجسمها. زيادة الوزن ومش عارف ايه وعضلات الحوض. يعني حاجات اللي هي بتاعت الولادة او اكتئاب ما بعد الولادة. فهي مش هتجيب اطفال عشان مش عايزة اه هذه المضاعفات. واسباب تانية طبعا اقتصادية معروفة. الفلوس بقى والضرايب والديون وديون الطلاب. انخفاض الاجور وارتفاع تكلفة تربية الاطفال عموما. وامكانية التقاعد المبكر. ومش عايزة تدفع مسلا ان هو مش عايزة يدفع اه تكلفة تربية للطفل. او ان انت عايش في زمن رقود اقتصادي. زي مسلا اللي حاصل فيها عندنا في مصر وفي دول عربية. او انخفاض في نوعية الحياة. فطبعا ده بيصعب فكرة اه ان انت تجيب اطفال. يعني يقول لك انت مش لاقي تاكل اصل ان تروح تجيب تلت اربع اطفال لما هتصرف عليهم ازاي. وفي اسباب بقى فلسفية زي فكرة زي ما قلنا قبل كده اتكلمنا عن اللا انجابية بقى. اللي هو اه عدم الرغبة في انجاب الاطفال. ليه مسلا في ان يعملهم مسلا معادة لفكرة الولادة اصلا. وان من غير الاخلاق ان احنا نجيب اطفال لهذا العالم الكئيب والتعييس واوا والحروب واللي بتحصل في العالم ده والاحتماس الحراري ومش عارف ايه. وان عدم الانجاب اقل لانانية من انجابهم. يعني زي ما قلنا فيه ناس شايفة ان الانجاب نفسه انانية. اصلا. وناس شايفة برضو ان الانجاب اه يعني اه غلط طالما فيه اطفال كتير متاحة للتبني. يبقى ترحمهم افضل. والخوف من احداث كارثية زي الحروب والمجاعات والكلام ده كله. في الصين قالك مسلا تكلفة المعيشة ويعني عقبة كبيرة قدام الزواج. وكان فيه طبعا قانون احنا عارفينه في الصين اللي هو سياسة الطفل الواحد وكده وبعد كده اتغير اه مع الوقت ولكن اه الناس كتير من الشباب الصينيين في العمر المبكر مش مهتمين بانجاب الاطفال. وفي اوروبا برضو بعض الدول قال فيها فكرة الانجاب وكذلك تناقص معدل الموليد فيه الولايات المتحدة. فيه مصطلح اسمه الى يعني دخل مزدوج وبدون اطفال. يعني ده هم اسرة كده اختارت ان هي الاب بيشتغل والام بتشتغل عندهم دخل مضعف وما عندهمش اولاد عشان يوفروا بقى يعني ايه بيقولك ان هم اه طبعا هيكونوا قادرين على العيش بشكل افضل طبعا هم الاتنين بيدخلوا دخل كويس وما عندهمش كمان اطفال يصرفوا عليهم. في مقال هنا بيقولك ان الموضوع ان انت ما تجيبش اطفال ده مش حاجة جديدة يعني فيه الكورون القديمة برضو كان فكرة او عدم الانجاب كانت موجودة برضو فهم الناس من الجديدة مش لوحدها يعني في التجربة دي لا ده موجود عبر كورون وممكن كان موجود برضو في اواخر القرن الخمستاشر كان فيه نساء فيه شمال غرب اوروبا اجلوا الجواز لمنتصف السن معين بدل من سن المراهقة المبكرة وفي اواخر القرن الثمنتاشر ارتفعت معادلات العزوبية في الولايات المتحدة فالموضوع يعني كان المقال بيقول ان هو مثلا مش جديد يعني طب ايه هو او اه عدد معدل المواليد بقى وايه الفرق بينهم بالمعدل الخصوبة والله هل الموضوع ده قال لي في العالم يعني هل عدد السكان اصبحت ازم في العالم وفيه تناقص يعني فيه مثلا المصطلح اللي هو الشيخوخة شيخوخة دولة في دول معينة الناس الكبار هم اللي بقههم كتير وما فيش موليد بقت بتيجي سواء في اليابان او في اوروبا او بعض الدول اصبح يقول لك شيخوخة اليابان يعني الاعمار بقت كبيرة اوى duas موليد بقت بتيجي الناس بقت عازفة عن الجواز بل ان منهم عازفة عن العلاقات اصلا في اليابان شباب كده بيصمى وقبل كده يعني هم ايه بيبعدوا اصلا عن فكرة العلاقات وحتى المبارسات الجنسية والكلام ده كله ومش عايزين اي نوع من هذه العلاقات فده ادى طبعا ان انخفاض الموليد الجداد في اليابان وزاد بقى يعني الرعاية الطبية جيدة جدا هناك فزاد الرعاية الطبية ففي كوكوبر السن هم اللي موجودين اكتر من الاطفال والشباب فالبيرستريد ده او معدل الموليد ده ايه بقى اللي هو تعريفه ايه يعني اجمال عدد الموليد الاحياء لكل الف نسمة الفترة معينة مقسوم على طول الف بالسنوات بيطلع معدل اللي هو معدل الموليد او سنة مو معدل الموليد الخام لما يتم طرح معدل الوفيات من معدل الموليد يديك معدل الزيادة بقى زيادة السكان يعني فكرة عدم الانجاب عموما تشوفوا الرسمة دي كده بيقولك مثلا في سن التلاتين عدم الانجاب بالنسبة لزمان كان تمانية وعشرين في المية اه الاجيال اللي بعد كده في الخمسينات كانت تلاتين في المية ثم زادت بعد كده كل ما يمر العمر عملت زيد فكرة عدم الانجاب بقت خمسة واربعين في المية لما سألوا مث مثلاً إن سائم في هولندا عن أسباب إن هي مش عايزة تجيب أولاد قال لك مثلاً 54% بيقولوا يعني إن هو بيمنعهم من موضوع الحرية ومجموع أقالت ده هو بياخد وقت كتير وطاقة أو أحد الأطراف ما كانش عايز يجيب أولاد ومش عارف مثلاً يجمع بين الشغل والأولاد وأسباب مختلفة يعني وفيه طبعاً قالوا عن التكلفة المالية فدي عدد من الأسباب المختلفة لما عملوا قيدة إحصائية للسيدات في هولندا كل حد عنده سبب طبعاً مختلف تعال نشوف الموضوع المعدل للموليد من 1950 لتوقعات لعدة 2050 شايفين بيقل إزاي يعني كان مثلاً 36.9 من 10 زمان بتوقع يكون في 2050 14.6 من 10 عند أقل مستوى لي وعن مال يقل كل فترة بسبب الأفكار اللي بتطلع عن موضوع عدم الإنجاب والإنجابية وخلافه طبعاً بالنسبة للحكومات هو موضوع موقلق يعني لما بيقل قوي المعدل للموليد ويبدأوا يعملوا حاجات محفزة بقى يعني حافز مالية أو يوفروا خدمات للأمة أو الكلام ده كله عشان يشجعوا الناس على الموليد وفي بعض الدول الموضوع ما عادش جايب نتيجة معدل الخصوبة بقى هو متوسط عدد الأطفال اللي بيتم ولادتهم لامرأة على مدى حياتها والأمم المتحدة بتتوقع أن تستمر الخصوبة في الانخفاض خلال الفترة المتبقية من القرن ده وتصل لمستوى أولي جداً عن سنة 2100 شايفين الرسمة ده معدل الخصوبة من 1950 توقعاً إلى 2100 في انحضار مستمر وانخفاض عدد السكان ده بيصطلح تاني يعني بيقولك انخفاض في حجم السكان وكان طبعاً فترات طويلة كان بيزيد عدد سكان الأرض وبعد كده توقعات بقى أن الاتجاه ده طبعاً بينعكس ويبدأ أو بيقل بقى طبعاً معدل الموليد ومعدل الخصوبة فبيحصل الشيخوخة السكان أو زيادة في متوسط العمر الكبار هم الموجودين والأولاد الصغيرين معدوش موجودين يعني سبب انخفاض الخصوبة وارتفاع متوسط العمر اللي موجود ففيه اتجينج في يوروب أو انخفاض في أوروبا بيكون انخفاض في الخصوبة وانخفاض معدل الوفيات وارتفاع متوسط العمر الموجود فطبعاً ده بيحول شكل الهرم السكاني اللي موجود في أوروبا وكذلك اليابان من الدول الشهيرة جداً اللي عندها شيخوخة وأعلى نسبة من المواطنين المسنين عندهم بقى أسباب كتير زي ما قلنا يعني بيقولك ضعف التوازن بين العمل والحياة والعديد من الشباب يعني عندهم نقص العمالة المنتظمة أو فيه وظيف معينة مش بتكون منتظمة وناس اختارت ان هي تؤجل أو ترفض فكرة الزواج والأبوة تماماً وارتفاع معدلات العذرية أصلاً والامتناع عن العلاقات في بعض الشباب والشابات اليابانيين فيما قال بيقولك ان انت حتى مش هتقدر تدفع للناس أو تدهم حوافز عشان يجيبوا أطفال وان تايوان أنفقت أكتر من ثلاثة مليار عشان المواطنين بي عندها يجيبوا المزيد من الأطفال وان السياسات دي أو سياسة القناع بأن الناس تجيب أطفال ونديك مزايا والكلام ده فشلت في دول كتير وما أصبحتش كفاية حتى قدام آآ الناس لأن هم اختاروا كده بإرادتهم فالسياسات الحكومية مش هتخليهم يغيروا رأيهم حتى لو دتنا مزايا برضو مش هنجيب أولاد قال لك زي المخاوف من المستقبل والأزمات الكتير الموجودة في العالم حروب بقى وتغير مناخ وكل فهنا بيقول لك المعدل يعني الموليد في انجلترا نزل لأقل مستوى ليه في عقدين ومعدل الخصوبة في أمريكا برضو بيقل ومعدل الموليد في اليابان بيانكمش بشكل كبير وفي دول بتحاول تشجع المواطنين عندها حاسين بقى بالخطر على التركيبة السكانية والعدد اللي موجود وكده فبتشجع وتدي بعض الحوافز قال لك أوروبا بتشجع المواطنين ودنمارك وفرنسا على الرأس القائمة وروسيا كمان برضو بتعمل بعض الحوافز لمحاولة التشجيع على الإنجاب فبوتين مثلا في روسيا قدم مجموعة وساعة من الإعنات والحوافز يعانى أعلى للطفل وأجازة أمومة أطول وإعنات للأمهات عشان يحاول يحل هذه المشكلة وكل تعادل السكان وكذلك بولندا وفي المجر برضو يحاولوا يقدوا بعض المزايا وإحدى البلدات برضو الموجودة فيه في فنلندا بتشجع مواطنين على الإنجاب بعشر تلاف يورو لكل مولود وتقصت المبلغ على عشر سنين وده مقال تاني بقولك عشر تلاف يورو وأجازات طويلة دول بتشجع شعوبها على الإنجاب وتكلموا برضو عن بعض الأشياء في روسيا ومزايا مختلفة في عدد من الدول ولكن الموضوع ما بيفلحش في كتير من الدول تديهم مزايا تديهم أجازات تديهم أي حاجة هم خلاص رفضين هم شايفين ده عبء صحي واقتصادي وغير وحتى لو هتدينا مزايا هم خلاص الفكرة في دماغهم عند الناس كتير وهي حرية شخصية في الأول وفي الآخر ماش من حق دولة مثلا تكبر مواطنة على الإنجاب إفراد هو عايز يعيش سنجل أصلا يعني مش عايز يجيب أولاد مقتنع بفلسفة معينة عنده ظروف صحية أيا كان السبب فيه أسباب كتير جدا شوفنا يعني الأسباب عاملة إزاي أكتر من خمسين سبب يعني لو واحد عنده سبب واحد بس هو حر مش لازم يكون عنده الخمسين مجتمعين اللي هي أسباب صحية واجتصادية وبيئية وفلسفية واجتماعية مش لازم خالص لو عنده سبب واحد بس هو مقتنع به مش من حد يتدخل في حياته وبعدين يعني هو يجيب أو ما يجيبش هو مش هو يرفع حياتك شيء دي فكرة برضو عن الناس اللي هي بتدس أنفها في بعض حياة النساء أو الرجال أو المتزوجين يعني هو جاب طفل لهذا العالم أو ما جابش ده مش هيضيف لحياتك أي شيء أنت بس عايز تدخل أو تفرض الهيمنة والسيطرة أن أنت أفضل أو أن أنت جامد أو كذا أو إزاي بقى أو أنت بتدي نصيحة مع أن حصولك على أولاد أو إنجابك هو شيء يعني موجود برضو في مملكة الحيوان ولكن لا يعطي هذا الحق للحيوان أنه يعطي نصيحة للإنسان أو اللي ما جابش أولاد فهي فكرة يعني ده ده قاسل يا جماعة ما هوش ميزة ما بيديكش أفضارية أنت مش مجد عقوب أنت مش مبقيتش أحمد زويل لما جبت ست أولاد مثلا بالعكس أنت ممكن تكون بتظلمهم ممكن تكون بتدمرهم ولكن في بعض المجتمعات زي ما قلنا الفقيرة أو انتشار الجهل في مدن معينة أو في أماكن معينة للأسف يكون بيكون للسيدة أو للراجل اللي اختار كده لازم يبرر مع أن الموضوع مش محتاجك تبرير أنت حر أو محدد يكلمك في الموضوع قلوه ملاكش دعوة ومش محتاجك تبرير كأنك في المحكمة وبتتحكم عشان ما جبتش أولاد فقرة جنونية واعتقاد للبعض أن هي شيء واجب ولازم يحصل يمكن زمان كان أكتر اللي بيحصل زي ما قلنا أو واصمة لغار أكتر ليه بقى؟ لأن كان لسه ما فيش بقى نت وما فيش يوتيوب والناس ما كانتش عارفة الأفكار دي والفلسفات دي وأنها موجودة في العالم أجمع فكانت حاجة غريبة قوي أو حاجة يعني مش متخيلة أن حد ما يجيبش أولاد ولكن دلوقتي الناس بتطلع وتعمل فيديوهات عن هذا الموضوع ستات كتير بتطلع بتقول ليه اختارت ما يجيبش أولاد ليه أنا مش عارف إيه فالفكرة بدأت توصل للعالم فالعايز اقتنع هيقتنع واللي مش عايز وعايز يعمل أسرة هو حر حسب داخله حسب إمكانياته أهم حاجة هتعامل الأولاد كويس ما تجيبهمش للعالم وترميهم أو تظلمهم أو تطلع مثلا الأم وتسيب الأسرة بالكامل وتمشي أو تعمل الولد بشكل سيء أو ترميه يشوف حبسه وكذا كذا يعني فيه أسباب كتير قوي أنه أنت أصلا ما تجيبش يا أولاد لو أنت مش قادر نفسيا واجتماعيا وماديا على هذا الأمر إنها مسؤولية كبيرة جدا لو أنت بقى قادر قادر على كل شيء وعندك الرغبة أنت حر ليش ما فيش حد بيقول لك بقى العكس العكس مش موجود اللي هو فيه حد ييجي يقول لك أنت إزاي تجيب أولاد لأ تراحتك خالص حياتك ولكن فكرة التدخل جاي من الطرف التاني اللي هو اللي بيجيب أولاد يدخل في حياة الغير منجبين أنت إزاي ما بتجيبوش أولاد يعني فكرة الحشرية ودس الأنف جاي من طرف المنجبين نفسه ولكن اللي هو اللا إنجابي هو حري يعني ما بيدسش أنفه في أمر الآخرين هو بيقول أنا لا إنجابي وخلاص بقيسة أصلا وإنت ما بتصرحوش بكده يعني معنى إيه ممكن واحد أو واحدة تقول صاحبتها إزاي ما بتجوزيش وبتخلفش إزاي عايشة سنجل كده الغريبا النصيحة تكون جاي من مين من واحدة مثلا عانت عانت كتير في حياتها واتطلقت وإعلاقتها مثلا بولادها وحش فهي مش عايزة تحرجها تقولها يعني هو أنت بتنصحيني أنت حياتك بقيسة أصلا بس هي ما بتقولش كده فالغريبا أن هم دول موجودين وبينصحوا لسه موجودين يعني يعني بيتدس أنفاها في حياة المرأة السنجل أو اللي ما جابتش أطفال مع إن هي أصلا حياتها كلها مشاكل بسبب الزواج وبسبب الأطفال لإنها كانت من الأول غير جاهزة للموضوع ده وعملته خلاص لإن هي قالوا لها هي دي سنة الحياة ولازم تعمليه فدخلت فيها هذه المعمعة وتجاوزت مثلا مبكرا جدا وإطلقت وجوزها رماها وعانت مع أولادها ومع ذلك لسه بتنصح وتقول ما تتجاوزوا يا جماعة وتخلفوا ده الموضوع ده حلو قوي طب هل ده نوع من التدبيس يعني طب أنت يعني نوع من كتير على فكرة موجودين كده هل هي بتحاول تدبس البنت التانية يعني بتقول مثلا أنا عانيت كتير في حياة فهحاول أوقع ستة ثانية في المصيادة مش معنى هم يعيشوا أحرار أو يعيشوا براحتهم لأ لازم يوقعهم ولازم يتجاوز ويخلفوا يعانوا زي هل هي هم عندهم الفكر ده ولا بينصحوا من أي منطلق زي حد يعانى في حياته بسبب الزواج ينصح بالزواج أو حتى فكرة الظروف المادية واحد مثلا أو أب أسرة بيعاني تماما من حياته اجتماعيا ومش قادر يصرف على عياله وطوله النهار يصرخ بسبب ارتفاع الأسعار وتلاقيه في قاعدة كده يقول لواحد هم أنت بتتجاوز سريع أو يقول لواحدة هم أنت مأجلة الموضوع ولا ايه طب تبص على حياتك الأول ممكن هي برضو عندها سبب تاني ما انت عندك اهو كوارث في حياتك الزوجية ازاي بتنصح او ازاي انت أهل للمصيحة ولكن هي الاستعلاق والنظرة الفوقية ساعاته والنتج عن الجهل اللي هو بيدي زي ما قلنا حد يكون مثلا بعض طبعا أنه دايما بيكونوا عناصر معينة مش كل الناس ولكن بعض المتجاوزين أو متجاوز ومخلف شايف نفسه بقى أنه هو كده دي أولوية بقى أنه هو كده عنده خبرة معينة في الحياة أو النزاق ده من الخبرة الكبيرة قوي اللي لازم يديها للطرف التاني الطرف التاني ده اللي هو قد يكون أفضل منه اجتماعيا وفي مجال العمل وفي أوجه كتير في الحياة ولكن ده ما عندهش أي ميزة غير أنه متجاوز ومخلف يعود ينصح فيه وعايز يشوف أنه هو أهل للنصيحة فيتدخل في حياة العازب أو يتدخل في حياة الاختار عدم الإنجاب أو السيدة اللي اختارت عدم الإنجاب فأنا بشوف الموضوع حرية شخصية اللي عايز يجيب أولاد أي أن كان بقى هو حر طبعا فيه سياسات في مصر بيحاولوا دلوقتي يعملوا حملة اللي هي تنين كفاية بيحاولوا يقللوا بقى مش حوافز عشان تجيب كتير لا بالعكس ده يعني مستعدة ديك حوافز عشان تجيب قليل يعني طبعا من الانفجار السكاني اللي حاصل في مصر فبيحاولوا يقللوا شوية أو يكون الموضوع بالعقل فبيقولوا لهم يعني اتنين كفاية كفاية أول الأسرة عشان ترعاها بشكل كويس وتلاقي ناس في التعليقات بعضهم مش لاقي ياكل أصلا اقول لك لا اتنين ايه ده مش عارف رئيس الوزر عنده كم واحد وانا اجيب زيه انا هجيب اربعة انا هجيب ستة وتما تجبرنيش على مش عارف وهو اصلا يعني يكون قابلها مثلا كاتب بوست ان هو بيسرخ من الأسعار ومش لاقي ياكل ومع ذلك الحكومة تقول له اتنين كفاية لا اتنين ايه انتوا مش عارف ايه انتوا بيتبلطجوا علينا طب انا هجيب ستة وهو اصلا الموضوع ده منفعش حد يدس انفه في حياة اسرة اخرى هي اختيارها تجيب او ما تجيبش ده مش هيدف لها شيء ده مش هيدضيها قيمة معينة انجاب الاولاد موجود في اسر لها قيمة كبيرة سواء علميا او وظيفيا او ايا كان القيمة اللي هم عندهم وبرضو في ناس او اسر عندها اولاد كتير ومالهاش اي قيمة وبيكونوا بشجرهم مسلا في مساح عربيات لابساب الظروف المادية يجيب له ستة سبع عيال ويسرحهم في الشوارع فالموضوع يعني مختلف او ما بيضفش حاجة وهو اختيار في الاول وفي الاخر منفعش تجبر امرأة عليه المرأة حرة في جسمها حرة في الاختيار طبعا مع امورات ان كل الشريك حياتها متطفق معاها منفعش تجبره او هو منفعش يجبرها لها الاتفاق بقى بيتم في المرحلة اللي بتكون قبل لزواج يعني بيتطفقوا مع بعض هنجيب اولاد طب العدد يكون كام ولا مش هنجيب خالص ودول مش كتير في مصر ولكن موجودين فيه بيتطفقوا مع بعض لا احنا مش هنجيب اولاد او هنأجل الموضوع سنين كتير دول بقى يعني موجودين ولكن كله او محتاجين نوع من الوعي شوية عالي يكون عندهم وعي عالي عشان يتطفقوا على حاجة زي كده ولكن الاجلبية لا بيتطفقوا طبعا على فكرة الانجال فيمكن الموضوع مؤثر على العالم قفاض عدد الموارد ومعدل الخصوبة والكلام ده كله والعدد عمالي يقل ولكن هنعمل ايه يا حرية عند الناس وكل واحد حر فيه ناس بتجيب عدد كبير لحد الوقت فيه ناس مش عايزة تجيب خالص شايفة ان الموضوع مرهق جدا صحيا وجسديا وماليا طبعا رقم واحد فيعني الحكومات مش هستقدر تعمل السياسات اللي تجبر الناس على الانجاب مهما عملوا لو الواحد ما تقرر هذا القرار انتهى الامر مش هيقدر يجبروا عليه فرض ولا حكومات فديكت حلقتنا عن هذا الموضوع قلونا رأيكم يعني لو شايفين ان يعني مثلا مش عايزة تنجب لأي سبب من الاسباب او انت اخترت هذا القرار ولا لا انت مثلا عايزة تجيب اولاد او ايه المزايا في هذا الموضوع يعني كلمونا عن هذه الفكرة مثلا في التعليقات وديكت حلقتنا عن موضوع عدم الانجاب ونشوفهم ان شاء الله في حلقات قادمة ومع السلامة